صباح الخير مشاهدين الكرام أهلا ومرحبا بكم في موعد نشرة أحوال التقص التي نقدمها لكم من قناتكم قناة الوطنية تيفي مشاهدين الكرام نستهل نشرتنا الجوية لنهاري اليوم بصورة لاختنها لكم من هذا المنظر الجميل من مدينة الورود الجزائرية من البليدة أكيد منظر طبيعي يؤكد على جمال أماكن مختلفة في بلادنا الجزائر بالنسبة للوضعية الجوية المرتقبة لنهار اليوم إن شاء الله السبت دائما حسب مصلحة الأرصاد الجوية حسب آخر النماذج إذن استقرار الجوي رح يكون في الموعد إن شاء الله رح يميز معظم المناطق السحلية الوسطى الشرقية الولايات الداخلية ولايات الهضاب العليا وحتى على المناطق الصحراوية مع انتشار صحب كثيفة لكن تبقى دون فعالية أجواء ممترة رح تبقى في الموعد إن شاء الله على المناطق الغربية للوطنة رح تكون إن شاء الله في تمركز على الولايات الغربية على ولاية لمسان السيدي بالعباس وحتى على ولاية وهران مستغانم عسكر كمية الأمطار تتراوح من 30 إلى 40 مليمتر محليا زوابع رملية رح تكون في الموعد إن شاء الله من شمال الصحرى إلى أقصى الجنوب أين تصل سرعة الرياح إلى 50 كم في الساعة فالحيطة والحذر لمستعملي الطرقات لأن هذه الزوابع رملية تؤدي إلى تطير الرمال أقول وضعف الرؤية الأفقية بالنسبة لدرجات الحرارة المرتقبة بعد ظهيرة إن شاء الله بعد ظهيرة يوم السبت إذن أجواء باردة رح تكون في الموعد سنسجل مقياس 23 درجة على الجزاء العاصمة بومر داستيبازا وحتى على ولاية البليدة نفس المقياس كذلك نسجلها على ولاية وهران مستغانم عسكر ترتفع درجات الحرارة على المناطق الشرقية للوطن إذن نسجل 25 درجة على ولاية عنابا سكيكدا الطرف وحتى على ولاية جيجل 28 درجة مئوية على ولاية قسنطينة قلمة سوقهراس وحتى على ولاية تبسة نسجل مقياس 23 درجة تطراوح على ولاية الهضاب العليا أقول 31 درجة على ولاية الوادي وحتى على ولاية ورغلا 40 درجة على ولاية إليزي 35 درجة مئوية على شمال الصحراء وحتى على جنات أقول 43 درجة كأعلى مقياس نسجلها بأقصى الجنوب تخديدا بعنقزام بورجباجي مختار تنزاواتين وحتى على أباليسا بنسبة للملاحة والصيد البحري من هاليوم إن شاء الله السبت إذن حالة البحر سيكون من مضطرب إلى قليل اضطراب مضطرب خاصة عارض السواحل الشرقية وحتى على الغربية للوطن اتسل سلعة الرياح إلى 25 كيلومتر في الساعة مع اتجاهات الرياح ستكون مختلفة إن شاء الله ذلك على طول الشريط الساحلي نختم نشرتنا مشاهدين الكرام بالمعلومات الفلكية التي تهم الجزائر العاصمة وضوحيها إذن غروب الشمس رح يكون في حدود الساعة السابعة مساء و33 دقيقة بحول الله مشاهدين الكرام وصلنا إلى نهاية ورقاتنا الجوية لنهاري اليوم أشكركم على حسن المتابعة والإصغاء ولمزيد من المعلومات زروا مواقع قناتكم قناة الوطنية تيفي متابعة شيقة وإلى اللقاء